ادانت السلطنة بشدة اليوم التفجير الارهابي الذي وقع في كابل عاصمة جمهورية افغانستان الاسلامي الصديقة وادى الى سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى واجددت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوة المجتمع الدولي الى بذل كافة الجهود لمحاربة التطرف والوقوف بحزم ضد افة العنف والارهاب واستهداف امن واستقرار الدول وحياة الابرياء الامنين معربة عن صارق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل